اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن ترحيبه بجميع المشاركين في مؤتمر حوار المنامى 2016 الذي يقام في مملكة البحرين حاليا والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية املا جلالته يسهم هذا المؤتمر مساهمة بناء في الامن والسلم والاستقرار الاقليمي والدولي كما اعرب جلالة الملك المفدى عن جزيل الشكر للدكتور جون شابمان والسير جون جينكنز وزملائهم بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على جهودهم المتواصلة والمستمرة في تنظيم حوار المنامى ونجاحهم في جمع هذه النخبة المتميزة والمشاركة رفيعة المستوى لمناقشة المواضيع الاقليمية الملحة مضيفا جلالته انه من الواضح جليا ان الشرق الاوسط والعالم اجمع يواجه اليوم اكثر من اي وقت مضى تحديات امنية خطيرة لا يمكن مواجهتها الا من خلال التعاون الدولي الفعال والبناء ولهذا السبب فاننا في مملكة البحرين على قناعة تامة بان حوار المنامى هو حوار بالغ الاهمية نظرا لإيماننا بان مشاركتكم البناء في حوار هذا العام ستسهم في حفظ امن منطقتنا وتعزيز التفاهم الدولي بشكل عام معربا جلالته عن سعادته بالترحيب بجميع المشاركين في مملكة البحرين متمنيا الالتقاء بهم مرة اخرى في المستقبل القريب ان شاء الله